معنا تصالب نعم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام الله عافيك شيخ عندي سؤال تفضلي أنا عندي بنتي تقريبا عمرها 12 سنة نعم والحين هابين الهي وافيجاته كلهم هم تشارك البيت نعم وطبعا هو مو كلب حراسة وهو من هالفقار يعني اللي شكلهم حتى نظيف نعم ما رح أدخل البيت رح أخليه بالحوش و أخليه له مثل البيت سقير بس أنا أبي وهي تسمعني أبي أنت تقنعها لأنهم الحين هما أذكية حرام يعني إذا حطيتها ببيتي حرام علي وعليها ولا في مجال أو في مخرج ديني إنه يجوز اقتناء الكلب بس بشروط معينة طيب المقصود أن تتخذينها داخل الغرف لا 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 ما يدخل حتى باب البيت بالحوش أنا عندي حوش و هي لو تلعب معا تلعب معا بالحوش نعم لأن كل صديقات تجلي و لازم هي تقتنع جيننا ذكي الحين طيب و أدي سرع منك أنت الجواب بطريقة اللي فعلا أنا ما بي بعد حرام أدخل شيء ببيتي نعم أيو الله يزاك الله خير أختي الكريمة أولا ما يتعلق باتخاذ الكلب الكلب الأصل فيه أنه لا يتخذ إلا إذا كانت هناك مصلحة كما لو كان لحراسة أو كان كلب ماشية أو كان كلب صيد فلابد أن يكون هناك قصد هذا القصد أو المصلحة إذا لم تكن موجودة فإن العلماء لم يجيزوا اتخاذه لا يجوز اتخاذه إلا لمصلحة كلب الصيد يتخذ للصيد كلب الحراسة يكون بكل تأكيد خارج المنزل فهو للحراسة وكلب الماشية يكون الماشية فإنه يتخذ فلذلك فإنه اتذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية ثمن الكلب وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمنه ومن قال بي الجواز قال بي جواز هذه فقط التي فيها المصلحة سواء كان حراسة أو كان كلب ماشية أو كلب صيد ويدخل في ذلك من باب العموم ما يتعلق بحاجات الدولة اليوم من وجود بعض الكلاب لكشف المخدرات ونحو ذلك إذن ما يتعلق باتخاذ الكلب الذي هو للزينة لا يشرع اتخاذ الكلب لهذه المبررات لا يجوز اتخاذ كلب الزينة والكلب السبب في المنع من اتخاذه أن صفة الكلب وما يعيش عليه أنه فيه نجاسات نجاسات متعددة بالنسبة لبوله وغائطه وكذلك بالنسبة لما يكون من نتانة جلده فإن العلماء عندما تكلموا عن الكلب فإنه قالوا أن لجلده نتانة وأنه أنت ما يكون إذا أصابه المطر هكذا يعبر العلماء إذن ما يتعلق بهذا الكلب فإنه لا يتخذ داخل المنازل وإذا كان لصيد أو لحراسة أو لماشية فإنه يكون خارج المنزل فلذلك أمل من البنات من أخواتي من بناتي أنهم يبتعدن عن اتخاذ الكلب سواء للزينة لداخل المنزل أو يتخذونه خارج المنزل يترك و لا سيما إذا كان مع ذلك أنه يشترى بأثمنة عالية جدا و يتقع هذه الفتاة في الإسراف و التبذير و هي لا تشعر فيقعون في إسراف أو تبذير أما البديل فإن هناك البديل النبي عليه الصلاة والسلام جعل اتخاذ الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات لا مانع من اتخاذها نكون نترك هذه الهرة و نتجه إلى الكلب مع ما فيه من نجاسة في شريعتنا الإسلامية فإن ذلك مخالف للشريعة أجازت فقط الشريعة اتخاذها للمصالح التي ذكرناها صيد حراسة ماشية فهؤلاء يمكن أن يتخذوا الكلاب و يتكون خارج المنزل بل قد ورد أن جبريل عليه السلام أو أن الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام فترة و بعدما أعاد مرة أخرى فإن سبب انقطاع الوحي أن جروا كان موجود تحت فراش النبي عليه الصلاة والسلام تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام فكان هناك جروا الكلب الصغير فالملائكة لا تدخلوا بيتا البيت يعني داخل الغرف الذي يكون لا تدخلوا بيتا فيه كلب أو صورة المخصوط بالصور هنا التماثيل و من العلماء من قال حتى الرسم ذوات الأرواح فإنه يدخل في عموم هذه الصورة فلا يتخذ الكلب للزينة مطلقا و هناك بدائل تتخذ و هي أنظف و أسلم بل يقولون بأن يعني هو كذلك فيه فيه صفة من التعدي ممكن أنه يجرح الإنسان ممكن يجرح الطفل و هناك من أراد أن يستزيد في هذا الجانب و أن يعرف ما فيه من الصفات الذميمة التي ذكرها العلماء قديما فليقرأ كتاب الحيوان فإن فيه صفات هذا الكلب أنه كيف يتعدى أحيانا على الإنسان و يمكن أن يكون سببا له في جرحه أو أمراض تنتقل للإنسان و نحو ذلك فلذلك يبتعد عنه